تواجه منطقة القرن الإفريقي ولسيما إثيوبيا والصومال وكينيا التي تشهد موجة جفاف غير مسبوقة شبح المجاعة وانعدام الأمن الغدائي مما يهدد ملايين الأرواح بشرق إفريقيا التي تعاني بالأساس من تبعات النزاعات التي دفعت آلاف الأشخاص إلى النزوح وقد يكون شهر أكتوبر الأسوأ بهذه المنطقة وفقا لبيانات لمكتب الأمم المتحدة لتنصيق الشؤون الإنسانية الذي يتوقع أن يؤثر الجفاف على نحو 36.1 مليون نسمة وكشف المكتب أن حوالي 24.1 مليون شخص في إثيوبيا و7.8 مليون في الصومال و4.2 مليون في كينيا سيتأثرون بموجة الجفاف الشديدة وتفاقم هذا الخطر الوشيك للمجاعة الناجم عن الجفاف الأسوأ منذ 40 عاماً في هذه البلدان الثلاثة بسبب التضخم المتسارعي ونقص الحبوب على إثر الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثارت قلق المنظمات الإنسانية خاصة فيما يتعلق بوضعية الأطفال والفتيات والنساء والنساء ترجمة نانسي قنقر